موسيقى أهلاً ومرحباً بكم معي في بداية سلسلة مصر تنتخب تمتنع سلسلة في الواقع من الأحاديث والمقابلات لتغطية انتخابات الرئاسة المصرية لعام 2023 أو على الأقل حتى الآن هي 2023 بعد أن كانت منذ فترة نتحدث عن 2024 بالطبع التسمية تنتخب تمتنع لأننا في الواقع نريد أن نسمع لكل الأراء ونناقشها ليس بالضرورة أنني أشجع شخصياً مسألة أن تمتنع لكن الذين يرون أنهم يمتنعون ولأسباب يوضحونها أيضاً سنستمع إلى وجهات نظرهم ونناقشهم وأيضاً سيكون حريص على أن يكون معنا سعينة للترشيح لانتخابات الرئاسة المصرية سواء بعد أن يحصلوا أو يصلوا إلى عتبة المتطلبات لهذه الانتخابات والترشيح أو قبل ذلك ويسعدني أن يكون معي في الحلقة الأولى أحد المرشحين عن حزبه لانتخابات الرئاسة المصرية 2023 الأستاذ فريد زهران رئيس الحزب المصري الديموقراطي الاجتماعي مرحباً بك أستاذ فريد وشاكر جداً على وقتك اللي أعطيته لنا وتحملك معنا هذه الإمكانات البسيطة يعني التليفون وإنترنت أهلاً بك أستاذ حافظة الرسائد أنا موجود معك ويعني كنت بسعد دايماً بالظهور في برنامجك وبسعد بمتابعته عندما كنت في مصر ففرصة يعني جيدة لعل الانتخابات الرئاسية تعيد إحياء الاهتمام بالسياسة وتعيد علاقة الناس ببعض على خلفية يعني وفي مناسبة مهمة زي انتخابات الرئاسية صحيح متشكر جداً يمكن أن أتكلم في الأول على موضوع المقابلات التليفزيونية نفسها يعني أنا عارف أنه ده يوم شق بالنسبة لك وإحنا بنسجل ليلة يوم الأحد بنتكلم على يوم مليء بالإحداث بالاجتماعات اجتماع كان لك في مكتب حزب المحافظين أو مقر حزب المحافظين جمع مع رموز الحركة المدنية السنين الآخرين الذين أعلنوا بأنهم يرشحون النفسهم للرئاسة أعتقد أنه الذي صدر هو أنه لم يحدث أي اتفاق يفترض أنه الاجتماع كان بهدف أنه مرشح واحد بدلاً من ثلاثة مرشحين النائب أحمد التنطاوي النائب السابق أحمد التنطاوي الأستاذة جميلة إسماعيل وحزب الدستور والأستاذ فريد زهران لماذا لم يمكن التوصل إلى اتفاق؟ والله أنا في حدود المعلوماتي أنه كان الاجتماع بغرض منقشة الأمر وليس بغرض الوصول إلى اتفاق هناك فرق بين العنوانين لأنه لا يخفى على أحد أن هذا أول مرة تجتمع الحركة البلدانية لمناقشة الانتخابات الرئاسية على ضوء وجود احتمال أكثر من مرشح وأنا بكرر تاني احتمال أكثر من مرشح وأشرح بعد كده ليه أنا بستخدم بدقة تعبير مرشح محتمى وليس مرشح ده أول اجتماع إحنا قبل كده يعني الحركة الملونية ونتيجة أزمات متكررة ومشاغل كثيرة لم تناقش الانتخابات الرئاسية سوى في جولة خاصة بالمطالبة بالضمانات والجولة دي كانت من بضعة أو ربما حتى عدة شهور وانتهت هذه الجولة بإصدار بيان حول الضمانات المطلوبة لضمان انتخابات رئاسية يتوفر لها الحد الأدنى وأكرر الحد الأدنى من النزاهة والحيدة والشروط المناسبة أعقب ذلك لقاء آخر على خلفية أنه الأستاذ أحمد التنطاوي الذي اترك الحركة المدنية ربما اعتراضاً على المسارة الذي اتخاذته بالمشاركة في الخوار الوطني وسافر إلى بيروت ثم أعلن ترشحه من فرداً من بيروت وعاد إلى مصر في تاريخ اللاحق وطلب مقابلة الحركة المدنية فلم ينقش ملف الانتخابات على بعضه لما نوقش موضوع ترشح الأستاذ أحمد التنطاوي وطلبه تعييد الحركة المدنية وساعتها أثير من قبل بعض الحضور فكرة أنه يبقى فيه كلام حوالين أن المطروح هو أكثر من مناشة الأستاذ أحمد التنطاوي في قرار الترشحه وإنما مناشة هل هناك آخرين في الحركة المدنية يترشحه وهل نعيد طرح الموضوع على الاعتبار أن الترشح الأستاذ أحمد التنطاوي كان بدون تشاور كافي وربما يكون هناك آخرين عايزين يطرحوا نفسهم فالأستاذ أحمد التنطاوي أوضح أنه قراره نهائي ولا رجعت فيه وأنه عندما اتخذ قراره كان هذا قرار نهائي وأنه الحركة المدنية وقيدته هو يعني هيبقى شاكر لكنه ما قلته برضو هو مستمر في ترشحه وأن الحركة المدنية لو رشحت حد تاني برضو هو إلى آخره يعني ما كانش منفتح على فكرة التوافق حول مرشح واحد وطبعا من نافل القول أن أنا أأكد على أنه بمجرد أعلان أستاذ أحمد التنطاوي ترشحه من بيروت أصبح التفاوض الجماعي للحركة المدنية بصفتيها حركة بالتعبر عن مكون مهم من مكونات الحركة المعارضة مصر الحركة المدنية الديموقراتية أصبح هذا التفاوض بشأن الضمانات يعني شوية مرتبك لأنه أنا بس في لأنه الترشح ده الترشح ده بمقتضاء أصبح هناك انتخابات لأنه ده أحد يستطيع أن يشكك أنه أستاذ أحمد التنطاوي مثلا لقدر له جزء من المصرحية أو كذا وبالتالي بمجرد أعلان ترشحه أصبحنا كلنا قدام أمر واقع أمر واقع أنه نشارك ما نشاركش إلى الخارج طبعا أنا لاحظت أستاذ فريد أنك بتكرر حتة أنه لما أعلم من بيروت لما أعلم من بيروت يعني يعني ده يعني أكيد تقصد حاجة يعني أنه أنه في حاجة مرفوضة نكتعلينها من من عاصمة أخرى أو شو لا لا أنا ما أقصدش المعنى المباشر ده أنا أقصد معنى أعمق من كده اللي هو أنه لم يتشاور لا مع الحركة المنانية ولا حتى مع حزبه ورغاية دلوقتي حزب الكرامة نفسه ما أعلنش هو استقال من حزبه أعتقد أو استقال من رئاسة الحزبة لكن هو عضل في الحزب على ما أعتقد وهو حتى حزب الكرامة لما تاخذ قرار بعد بتأييده وفقا لمعلوماتي يعني فأنا بس أنا أشيل لحاجة بسيطة يا سبع أنه إحنا دي دي المرة الأولى التي تكون الحركة المدنية زي احتمال أكثر من مرشح محتمل هناك أكثر من مرشح محتمل هناك على الأقل الأستاذة جميلة إسماعيل وفريد زهران والأستاذ عمر طنطاوي لو اعتبرنا أنه بوزء من الحركة المدنية وأنه ما تركهاش واخبالك طوال الفترة اللي فاتت لو اعتبرنا أنه تركها فهو بوزء من من المعارضة الديمقراطية المدنية كما هو محترد وبالتالي هناك ثلاث مرشحين الرابع اللي هو المنسي أكبر قرطوم كان حزبه طالبه بالترشح لكن هو متردد أو ما أعلنش قبوله للفكرة ولم يعلم بعد أنه مرشح محتمل ليه أنا بستخدم بقى تعبير مرشح محتمل لأنه أن يكون فريد زهران أو الأستاذة جميلة أو الأستاذ أحمد مرشح أو حتى الدكتور عبد السنة اليمامة أو حتى الأستاذ حزبه عمر أن يكون مرشح معناه أنه تقدم بأوراق ترشح وهذا ليس أمر سهل ليه؟ لأنه فيه حاجة اسمها عتبة الانتخابية العتبة الانتخابية دي مفترض أنها يئمة 25 ألف توكيل يئمة توكيل من 20 نائب برلمان هل من المفترض أن جميلة أو بحفظ الألقاب يعني أو فريد أو أحمد طنطاوي هيتمكنوا من التغلب على هذه العتبة الانتخابية؟ هل الأستاذ فريد في تصوري يعني يمكن هو أقربهم من ناحية الأصوات البرلمانية أمام إما 20 من النواب في البرلمان مجلس النواب 25 ألف على أن يكون 15 محافظة لا يقل كل واحدة فيها عن ألف توكيل أنا عايز أقول يعني أولاً الفترة المتاحة لجمع التوكيلات ستكون فترة جد قصيرة أن كل العملية الانتخابية تتم في فترة جد قصيرة هل ده معجز؟ هذا أمر يعيب الانتخابات هذا أمر ينال من مصدقية هذه الانتخابات كان يفترض أن يكون الأعلن عن الجدول الزمني مبكر ومن ثم وأن يكون بالتالي الأمر يعني مفروض على جدول زمني أوسع وبالتالي مثلاً ما يكونش المفترض دلوقتي وفق ضيقة الوقت أننا سنرى أنه مثلاً مطلوب جمع 25 ألف توكيل في 10 أيام لكن عشرين نائب أنت ليك سبعة في القصة ممكن تبقى أسهل بالنسبة لبعض بالنسبة لك أنت الوحيد ربما صح؟ أنت عندك سبعة أنا عندك سبعة وفي ناس بيقولوا أنه الأستاذ فريد وعد بـ 13 كمان أو أكتر من جهات معينة في يدها الأمر والبعض نقل عن الأستاذ أكرم قرطام في المحافظين في اجتماعكم الأحد نقل عنه ولست متأكد أنت تصحح لي بأنه قال إلا هيحصل على توكيلات برلمانية يجب يعتبر نفسه حصل على توكيلات أمنية هل ده صحيح؟ أنا حضرت النص في الاجتماع تقريباً وما اسمعتش هذا الكلام ولا أعتقد أنه ممكن يبقى قيل بهذا الشكل لكن هو عموماً فيه اتجاه أنا أسميه أنا أسميه في التعبير يعني بسميه اتجاه عدمي شايف أنه كل محاولة للترشح هي محاولة مدانة ومؤثمة أنا مش أول أسمع وأنه محلل ومستخدم بعض المثقفين الكبار اللي أنا بكني اليوم احترام وتقدير طلعوا على برامج وكذا من خارج مصر يقولوا أنه أحمد طلطوي في المسرحية وفريد زهران في المسرحية كل الناس اتهمت بذلك وأنا يعني بصراحة هذا كلام لا يرد عليه يعني مواقف فريد زهران على مدى 50 سنة ومواقف العزم المصر الديمقراطي الاجتماعي تشي بأننا لسنا جزء من المسرحية الحصول على عشرين توكيل بالنسباني من البرلمان قد يكون أمر ممكن لكن له أسباب له ما يبرره ما الذي يبرره غير السبعة اللي عندك للحزبة أولا عندي سبعة نوات الحزب المصري الديمقراطي الاجتماعي اتخذ طرار في هيئتي العليا اللي قوامها 143 في حضور 134 عضو دي الأول مرة في تاريخ الحزب المصري يصل نسبة الحضور إلى هذا الحد وبتصويت يصل لـ 75% اتخذ طرار بالمشاركة والدفع بفريد زهران كابوراشي فمن طباقة الأمور أن النواب السبعة حتى لو كان منهم من صوت ضد ترشع فريد زهران من الخمساشة في مال اللي صوتوا ضد هم ملتزمين بقرار الحاجة فيه سبع نواب وفيه علفاء أخرين أحزاب وشخصيات موجودين في البرلمان من المتوقع أن هم يدوا فريد زهران فالأمر ممكن أنا ما بقولش ما بقولش بقول ممكن ده بس عشان حيثة ممكن دي أنه ممكن بمعنى إيه لا أنا عارف أنه 13 من زي اللي عندوش 20 يعني بقيلك 13 أنا عندي رصيد سياسي ومكنني من التعامل مع بعض الجهات في البرلمان يعني هضرب مثلا أنا عملت زيارة مثلا لحزب التجم وقتم بثها على الهواء مباشرة على صفحة حزب التجم أنا بالنسبة لي التجمع أصدقاء تاريخيين صرف النظر عما وقفهم السياسية الأخيرة التي اختلفنا فيها وأنا أشارت الدفع القائمة على حزب التجم اللي هي معها لصالح النظام وقفهم اللي كانت مختلفة عننا إحنا رفضت التعدادات السورية وما قابلوها مثلا البعض لبنسال ففي خلافات آه لكن هذا لا يمثل في علاقات تاريخية عندهم كم ناسود عندهم كم نائب عندهم ست نواب إن احنا كنا لغاية الأمس القريب يعني أثناء تحالف الكتلة المصرية كنا احنا والمصرين الأحرار حزب المصري الديمقرية الاجتماعية والمصرين الأحرار والتجمع عظيب ففي أنا شخص وإحنا كحزب لنا تاريخ ولنا رصيد كويس معانا تلتاشر معانا تلتاشر باقي سبعة وفي الإصلاح والتنمية وكان شريك لنا في الحركة المدنية في العدل وهو له نائبين وكان شريك لنا في الحركة المدنية كان ولازال أنا آسك يعني في سعى والتنمية والعدل والشركاء في الحركة المدنية واتخذوا نفس موقفنا في الانتخابات المرامنية السابقة في بعض المستقلين أنا كنت ملتقي النهاردة ببعض العناصر المستقلة المحسوبة على الطيار الليبرالي ممكن يدونا توكلهم أنا ما بقولش أكيد أنا ما بقولش أكيد يعني مقدرش النهاردة أوقن أنا مرشح محتمل لحين استفاء هذا الشرط هل هذه هل هذه هي الضمانات التي قدمت لك والبعض بيقول أنه السيد عباس كان من المدير المخابرات نقلتها عربي 21 وناس كذبتها اتصل وقال أن في ضمانات وعايز اتنين منكم ينزلوا وترشحوا ده صحيح هل هي دي ضمانات هذا كلام البيانة على من الدعز بيقولوا لا أنا بالنسباني ولا أسلسة لم يحدث وفي النهاية في النهاية أنا بتحرك في دوائر معينة داخل البرلمان واخبار ليس من المنطقة مثلا أنا أتوجه لحزن مستقبل الوطن مثلا عشان أحصل على توكلات منه أو من نوابه لكن أنا أنا بقول إيه الدوائر اللي أنا بتحرك فيها وبأكد مرة أخرى ليس من المؤكد أن يعدي العتمة الانتخابية مع حفظ الألقاب فريد أو جميلة أو أحمد أو سيد أو علي أو محمود هذا أمر محتاج جهد من هنا لغاية إغلاق باب الترشح لكن يظل هناك احتمال أن أنا تمكن تمام النهاردة الأستاذة جميلة إسماعيل قالت جميلة إسماعيل قالت خبر مفرح جدا في اجتماع الحركة المنانية قالت أنها بتبزي المجهود في اتجاه جمع التوكلات من النواب وأنها قد تنجح في ذلك هناك فرصة كبيرة لها أنها تنجح نتيجة أنها عندها خطاب مختلف وعندها تصور مختلف يعني لو هي نجحت في النتائج مع الشيء توكيلة هتبقى متهمة هتدام هنطلع عليها إشعاعات يعني هذا كلام لا يجوز ويعني يعني يجهد أي إمكانية للتغيير في مصر لأنه أستاذ إلى مشاركة كل الأطراف في العملية السياسية أستاذ أيمن أيمن نور كان كتب وعلق على اجتماعكم بتاع الأحد وأنه لماذا لا يكونون معاً كفريق رئاسي مشترك في مرشح للرئاسة ومعه نواب بدل من أن تفتتوا المفتت أصلاً أو القليل الموجود لكم والله أنا متعالي أن أنا أجبت بمعنى ما اللي هو إيه الإجابة عندما يكون هناك مرشحين فعلاً قد يكون هناك فيه أهمية وضرورة وفائدة من الاتفاق على واحد لو التلاتة عدوا أو الأربعة عدوا أو الخمسة عدوا ليه؟ يعني أنا مثلاً دلوقتي عندي فرصة أن نحصل على توكلات نواب هل اللي هوقعلي لو أنا منزلتش لو اتفقنا مثلاً على جميلة كمرشح وأنا قلت للدوائر اللي لا علاقة بي أنا ادوا الجميلة هلهم هلتزموا بده؟ لجبا لا مش شرق هل الناس اللي ممكن تدي الجميلة لو هي تنزلت لفريد وراحت قالت لهم ادوا الفريد هيوفقوا عن هذا الكلام لجبا لا كلاً له دوائر واللي هينجح في أن يحش الدوائره سواء الدوائر دي توكلات مواطنين أو نواب ويعدي العتبة الانتخابية في هذه اللحظة يتحول إلى مرشح حقيقي ليس مرشح معتمل ويصبح النقاش حوالي الاتفاق على حد منهم أمر مهم وضروري لكن خلينا النهاردة نقول مثلاً إيه؟ أن الناس هتتفق على فريد زهران مرشح تمام؟ وقفلوا ما عداش يبقى ضاعة الفرصة على الأستاذة الجميلة مثلاً يبقى ده قرار مش صائب بالذات إحنا مش دايرة واحدة وما عندناش يعني أنا في الحزب لما ناخد قرار حزبي هقدر ألزم نوابي لكن حل لو أنا خدت قرار حزبي بدعمه مرشح معين أقدر حتى ألزم نوابي العبري مع ملك ده لمنحزب المصر المرشح الاجتماعي كنا دايماً بنقول إيه؟ بما أن الحزب ملوش مرشح نعم لكن لو لو في مرشح يستطيع يجمع التوكيلات شعبية وبيطلب فقط أنه تنافس يعني بافتراض أنه العتبة تمت للثلاثة أيوان إيه السيناريو اللي حضرتك شايف وأتصور أنه بشكل أولاً مش كمراحل متعقبة لا كمراحل متوازية يعني النهاردة أنا سعيد بأننا بنبدأ رغم أننا بنبدأ متأخر جداً 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 رغم أننا كنت أولح في طلب هذا الموعد كثيراً أنه بشكل موازي مش متعاقب يعني يبدأ النقاش حوالين لو الناس ثلاثة دول أو الأربعة لأن الغاية دوقتي أنا معرفش إذا كان مدس أكبر ينزل أو لأ بشكل برضو نهائي لو كان ثلاثة أو أربعة هيعدوا العتبة الانتخابية طب إيه الأساسي اللي ممكن يبنى عليه فكرة الفريق الرئاسي أو التنازلات المشتركة هل أنا مثلاً لو فريد زهران ده ثبت من خلال تاريخه أو من خلال مواقف محددة أو بيانات أو ممارسات تساوي أنه مالتزمش بالحركة المدنية هل يبقى هو المرشح المناسب للإجماع؟ طب هلو لو زبط متلبساً ببيان أو موقف يجعله بيصف مع النظام في التعداد الدستورية أو في ترانو سنافير أو في الموافقة على الموازنة أو أي موقف من هذا النوع هل ده يجعله مرشح عليه إجماع؟ مثلاً أبرد المسأل وأخبارك ففي قضايا كثيرة مصارى وشائكة وتحتاج إلى تفاهمات علشان إحنا بنتكلم عن مرشح رئاسي مش بنتكلم عن اتلاف سياسي يعني الحركة المدنية كانت ونزلت وإذن ناسا تظل اتلاف سياسي بيشتغل في مساحات المشتركة وبيعزر بتعزر الأطراف المختلفة بعضها بعضاً فيما تختلف حوله وبالتالي هي معندهاش برامج يعني شاملة جامعة كاملة معندهاش ده لكن لو بيبقى فيه مرشح رئاسي لا ده فيه مساحات لازم ندخلها وندخلها الطفل من التفصيل طب هل هننجح بقى ساعتها في بناء التوافق السياسي الضروري ده محتاج غلوة الغلوة دي هل تتم لما نبقى كلنا مرشحين حقيقين إجابة لا ممكن تبدأ من الوقت هل هناك ضمانات هل هناك ضمانات مطموعة لنزاهة العملية الانتخابية أيوة أنا هرجع تالي بقى الموضوع الضمانات أنا أولا عايز أشير لأنه فعلا إحنا كان ممكن ناخد وقت أطول ونتمسك أقوى بطريقة أقوى بحديث الضمانات لو ما كانش حصل إن حد رشح نفسه مبكرا قبل ما ناخد الضمانات فيه ومع ذلك إحنا كحزب وأنا كشخص تمسكنا بحديث الضمانات لغاية أسبوع فات يعني أو أسبوعين لغاية المؤتمر الصعف اللي أنا قلت فيه وموقف حزبنا متوقف على الضمانات كلنا بتطلب ضمانات محددة هل تحقق منها قدر ما أنا بقول بشكل واضح وصريح تحقق منها الندر اليسير واخبارك كان أبرز الضمانات اللي احنا طلبناها ايه انا طلبنا بما يشبه وثيقة تتعاهد فيها أطراف المجلس السياسي بتعهدات محددة جنبا إلى جنب مع الإفراج عن شخصيات وأسماء بعينها وفي اتجاه تصفيد أوضاع المحبوسين على زم القضايا الرأي كان من المنطقي ان احنا ايه الإطار اللي ممكن الحركة المدنية بكل أحزابها بتشارك فيه وفي نفس الوقت هو إطار جامع بمعنى أن حتى الأحزاب المولاة بتشارك فيه هو إطار الحوار الوطني فتقدمنا فعلا من خلال أستاذ عبد العظيم محمد رئيس مجلس المنطقة الحزب وعضو مجلس المنطقة الحوار الوطني بمسودة وثيقة لمجلس المنطقة الحوار الوطني تم منقشتها وإقرارها بالإجماع بعد بعض التعديلات على ما جاء فيها والوثيقة دي قدمت تحهدات خاصة بموضوع القانون الحبس الاحتياطي والانتخابات بالقايمة النسبية وعمل التحهدات بخصوص ضمان حيثة الانتخابات إلى آخره الوثيقة دي لها منشورة ومعروفة وكذا عمودها الفقري وأفكارها الأساسية قدمها الحزب المصر الانتخابات الاجتماعية باعتبارها ضمان ما وأقررها مجلس المنطقة الحوار الوطني والهيئة الوطنية للانتخابات باعتبر الصعب اللي عقدته أشارت إلى الوثيقة الصادرة التي أصبحت في حالتها أو في طبعتها الأخيرة صادرة عن مجلس المنطقة الحوار بما يمثله من مظلة واسعة أشارت إلى هذه الوثيقة واعتبرتها أو إلى هذا البيان واعتبرته سند وأساس تتفاعل بها بشكل إجاب أنا أعتبر هذه خطوة مهمة لأنه طبعاً بيترد عليها تقال لي إيه يعني هما هلتزموا بتعهداتهم يعني هما أيها بس أنا في حاجات كتيرة في الدستور ما لتزموش بيها بما فيها نسبة التعليم والصحة لكن أنا بحتاج عليهم دايماً بواجههم دايماً بعرضهم دايماً بأسألهم دايماً في البرلمان بقدم طلبات أحاطة دايماً من خلال نوابنا بأنه أنتوا بتلتزموش بالدستور فأنا هذه الوثيقة لكن نعم بنتكلم على الانتخابات الرئاسية نفسها بالصبب يعني أولاً يعني محدش يعرف إمتى تبدأ لغاية ما تبدأش لغاية ما اللجنة الوطنية الانتخابات تعلن هذا يعني قبلها بيوم لا أحد يعرف متى هل هي 24 ولا 23 من الذي يحدد يعني كل الأوراق في يد السلطة التنفيذية والسلطة القضائية وهذا موضع وهذا موضع دستورياً دستورياً الرئيس هو اللي بيعينها وهذا موضع وهذا موضع انتقاد دائم من جانبنا يعني إحنا من آخر لشيء الموضوع واضح هل إحنا راضيين عن هذا أنا سئلت من بعض الزمنة في العاية العليا أثناء النقاش واخبارك هل إحنا مش هندخل الانتخابات إلا لو توفرت كل الشروط والضمانات اللازمة لإجراء الانتخابات ديمقراطية نسيها محيدة بنسبة 2% فأنا أجبت بإن لو بكرة الصبح أنا صحية لقيت لسبب أو آخر توفرت كل هذه الدمانات أنا هنسحباً نترشع أنا أعتبر أن مسير الخمسين سنة من النظام السياسي قد توجت أخيراً بهذا الانتصار وأعتبر ده كافي وأي حد بعد كده ينزل الانتخابات أنا خلصت مهمتي التاريخية المشكلة اللي احنا مسألين نفهمها أن احنا لما بنطالب بالضمانات لما بنطالب بالإفراجات لما بنطالب بالديمقراطية احنا عارفين أنها عملية تاريخية احنا عارفين أن هذه المطالبات لن تنتهي لما نسبه إليه بين عشية ونضحاها لكن من مطالب الحركة المدينية أيضاً كانت قبل أن ترشح أحد أو قبل أن يرشح كل حزب مرشحاً للرئاسة هو أنه للرئيس السيسي كافة وأنه نطلب ألا يرشح نفسه لمرة أخرى أنت إذن بترشح نعم أستاذ حافظة مطلب ليه طابع سياسي ليه طابع دستوري أو قانوني يعني أنا لما أقول أن على الدولة أن تنتزم بالدستور فيما تعلق بين ميزانية الصحة أو التعليم أو كذا هذا كلام ليه شأنه دستوري أو كذا لكن أنا رأيي أن الرئيس السيسي لا يصنخ أو لا يجوز أنه يعاد انتخابه مرة أخرى الرد على ده هو نرشح نفسي لكي أقول له ما تنزلش يعني هو فيه منطق بسيط يعني الرد اللي عمله الأستاذ حمار طنطاوي أو الأستاذ جميل أسماعيل أو فريد زهران وده الرد المنطقي أنت شايف أنه مفروض الرئيس السيسي ما هي يكملش فترة أخرى وخبارك تنرشح نفسك حزبك رشحك أنت تاخد قرار فردي وخبارك يعني بس عايز ألفة نظر ساعدتك أن حزب الدستور هيئته العليا رشحت الأستاذة جميلة وعندها اجتماع للجماعية الأممية وماربعة عشر لحسب الأمر بصورة نهائية والأستاذ عمر طنطاوي هو رشح نفسه بشكل فردي وقرامة لم يؤيده بعد الحالة بتاعت أن حزب رشح حدي دي حالة المصر الديمقراطي الاجتماعي وهي حالة أنا بتستوقفني في جانب منها أنه هذا قرار جماعي انطلق بين نقطتين النقطة الأولى هي الحزب والنقطة الثانية هي انتماء هذا الحزب لحركة المدنية نحن ممكن حد يقول لحضرتك أنه أنت ميت واحد فقط في حزبك هو اللي أيده أنك تترشح وأنه جميل أسماعيل منتظر جمعية عمومية لكل أعضاء الحزب تتشاور معهم وأحمد طنطاوي عنده عشرين ألف كما يقول منضمين في الحملة ويؤيدونه من الآن فيعني كل واحد أكيد هيود على الآخر الحاجات لا تنسبش لبعض لماذا أصي أنا لا أستطيع أعمل جمعية عمومية للحزب المصري لأننا عدة ألاف وإخبارك فإحنا عدة ألاف يظهر من عندنا مؤتمر عام ينتخب هيئة عالية فالهيئة الرشاحتني ليس ميت واحد الهيئة الرشاحتني هيئة عالية لحزب فيه عدة ألاف وهذا الحزب هيئة العالية منتخبة عدة ألاف كم أساس فريد بس إحنا متحدد تسعة ألاف أو حاجة زي كده إذا لم تخلني الزكرة الآن إحنا طبعا كنا حزب أكبر من كده بالكتير قبل موجة التضييق التي شهدتها البلاد من عدة سنوات يعني إحنا عشان الناس بقى متذكرة إحنا في أول انتخابات برلمانية كنا رابع كتلة في البرلمان كان الإخوان والسلفيين والوفد والمصر الديمقراطي الاجتماعي رابع كتلة واخباء في انتخابات 2015 ومن أسوأ الانتخابات التي شفتها مصر كان لنا أربع نواب منتخبيين واخباء في الانتخابات الأخيرة لنا سبع نواب وإحنا الحزب يعني في الحركة المدنية فيه 12 حزب الأكتر حزب نزل المرشحين في الفرد دي شو ما حدش تكلم عن القايمة بس كان الحزب المصر الديمقراطي الاجتماعي يتقدم 18 مرشح فيه أحزاب بينهم ذكر اسمعها في الحركة المدنية ما قطعتش الانتخابات ولا حاجة وحاولت تنزل نزلت بصفر مرشح فيه أحزاب نزلت بثنين مرشح فيه أحزاب نزلت بستة مرشح احنا نزلنا بثمنتاشر مرشح يشهد القاسي والداني وبالقسم على أن منهم على الأقل من ستة إلى تبع النواب سقته بالتزوير واخباء حسين غيتا في المينيا أحمد عبد الله في سهاج أمير الجزار في المنوفية عندنا أسماء فيجرز كانوا مفروض بعضهم عاد يعني بعضهم دخل جولة الأهداء وأعني عزب موجود على الأرض وقوي نسبيا أنا بسمي أنا بقول أن مصر يعني إحنا بكل هذه المواصفات وهذا التاريخ إحنا مشروع حزب الحزب في مصر ضعيفة جدا لأن الحياس يسير في مصر مصادرة من أول ما طلعت مظاهرة تقول يسقط الديمقراطية يسقط الدستور مظاهرة مأبورة واخباء سنة 54 54 من أول هذا التاريخ لغاية دلوقتي حساسية مصادرة إلا مع سطرات قليلة كان بيتفتح فيها المجال السياسي بشكل جزئي واخباء ثم سرعان يخلق مرة أخرى بقصوة وضراوة وتتعرض الأحزاب للحصار ففي أسباب مخلية الأحزاب ضعيفة واخباء فينك أسباب أدت إلى ضعف الأحزاب هل لأن الأحزاب ضعيفة نجهز عليها طب ما المستشفات في مصر فحالة سيئة نعمل إيه نقفلها ولا نصلحها ولا نطورها واخبارك ولا نوفر لها قومات النجاح حالي الأسئلة واخبارك ولذلك أنا يعني أنا أقول بشكل واضح إحنا اتخذنا قرارنا بشكل جماعي وعبر نقاش طويل استمرت لتلات شهور وعبر تشاور واسع مع حلفائنا وأصدقائنا في إشارة واضحة لأن إذا كنا بنطالب بالديمقراطية فدي الطريقة لنطراج كبيرة إيه الفرق ما بين ليه 2023 في وسط كل ما التضييق والتضييق دي كلمة مهزبة يعني عما يحدث زياد العليمي مثال حسام مؤنس من عندك أمثلة الثلاث سنين والأربع سنين بدون مبررات وإفراد بدون مبررات أو عفو رئاسي لماذا 2018 لم تنزلوا الانتخابات الرئاسة 2023 الوضع اتحسن في مصر والديمقراطية فنزلين أنا هقولك بالتأكيد بص إيه وإحنا لازم نحسم موضوع بشكل يعني نهائي في دوائل وأوساط المعارضة المصرية الديمقراطية المدنية اللي هو إنه لازم نبقى بنحس أو بنفهم أو بندرك الفروق لأن السياسة من شابية واسم في درجات هل إحنا هل الانتخابات 23-24 دي هل هي نفسها الانتخابات 2018 اللي جابة لأ إحنا قدام مصار بقاله حوالي سنة ومص أو كذا منذ أن بدأ الحوار الوطني منذ افطار الأسرة المصرية وحديث الرئيس عن إصلاح سياسي تأخر كثيرا والإفراج عن حسن مؤلس في نفس اليوم وخبالك ثم توالي الإفراجات بعد ذلك هناك تحسن ما في المجال السياسي تحسن ما هذا التحسن كبير لجابة لأ كبير جدا لجابة لأ بسيط ضئيل طفيف لجابة نعم هالممكن يترتب عليه هالممكن يترتب عليه موقف مغير مختلف لجابة نعم حسام مؤنس وزياد العليمي وغيرهم وغيرهم كل الأسماء ما كانش معبوض عليهم فقال فيه أنه 18 وإنت مش عاجبك الوضع وبتقول مش داخل فهل أنه الحل أن السلطة تمسك لك خمسة ستة ثم تفرج عنك وبالتالت بقى أنت سعيد لا لا أنا عايز أقول لك بس في 2018 يعني الفترة من 2015 و16 و16 و17 و18 و19 كان فيه ألاف من الناس في السجون منهم في جردكتار أنا مش فاكر بالزبط كان كان 2018 لأ كان الناس في السجن زياد كان في السجن من اللي قال ما كانش في السجن يعني كان في السجن ومن الناس الفترة دي غير الفترة اللي احنا فيها دلوقتي وأنا لا أقول أن الفترة اللي احنا فيها عظيمة أو رائعة أو مجيدة أنا بقول هل هي أفضل الإجابة نعم أفضل بدرجة قد إيه نوزن بقى أنت ممكن تقول أفضل بدرجة بسيطة عن الفترة أنا ممكن أقول بسيطة جدا ممكن بعد تالي بسيطة جدا جدا بس بالنهاية نحن في لحظة مختلفة متاح فيها دلوقتي وإحنا بنتكلم أنا وساعدتك دلوقتي متاح فيها الأستاذ أحمد طلطوي بقى مرشح في التخابات الرئاسة ولوه مقر فص البلد عليه يفطى بأنه مرشح عن التخابات رئاسية بقى لها شهرين أو ثلاثة واخبارك ده قائم موجود واخبارك كانش ده متاح بالنسبة لخالد علي في التخابات 2018 لم يعمل بحول الترشح واخبارك وكان فيه تضييق مروع عليه انتهى الأمر 2018 تم إخراج الانتخابات رئاسية المرشح الوحيد اللي نزل ضد الرئيس السيسي أعلن في أول كلمة له أنه هقايد الرئيس السيسي وينتخب هل احنا إذا هذا المنظر الآن لجبلة المنظر دلوقتي لجبلة المنظر دلوقتي أنه مثلا أستاذ فريد زهران مدعى في قناة دي ام سي التابعة لشركة المتحدة التابعة للجهاز المخابرات ويرحب به في البداية قالوا البعض قال أنه لم يزاع المقابلة لأنه الأستاذ فريد ضرب السقف فوق وما كانوش هتوقعوه ولكن بعدين بيقولوا صلحنا الصوت وهنزيع المقابلة متصلحة أو صوتها متصلح الآخرين لا يحلمون أنهم يقربوا يعني أو على الأقل تنطقوا أولا أنا يعني خلينا نتكلم الكلام المنطقي والمعقول أنا يعني اتصل بي بتوع دمسي وطلبوا أنهم يعملوا قبل زي مساء اتصلت بي وانا لبيت دي الدعوة ليس معنى هذا يعني بالضرورة أنه هناك مؤمرات كونية تقف وراء دعوة الأستاذ حافظ برازي ليا عشان أظهر معا في قول الحلقة لا لا أنا 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 ما أصدتش أني أنت المسنب أنا ما أقولش الأستاذ فريد غلطان أنا بقول إن البعض إشمعنا إشمعنا فلادي يصلاح والتاني لا إشمعنا دي يسأل عليها الداعي مش أنا 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 بلقب يدعو الأستاذ حافظ برازي وهو له خطاب مختلف عن دمسي وبلقب يدعو دمسي والكلام اللي عندي واحد اللي أنت اللي هقوله عندك هقوله هنا هقوله هنا هقوله هنا اللي عايز ينزل كلامي ينزله اللي مش عايز ما ينزلوش واخبرك الأستاذ أستاذ كمان النهاردة قال إن كان في خطأ أندسي خاص بالصوت عندي يعني عند أستاذ أستاذ كمان وإن ده اللي هيتصلح وإن هنلتزم بكل كلام الأستاذ فريد بفوز مشكلة وينزل كما هو طيب أنا عموما بأستغرط عن أستاذ 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 أنا بحترم هو زميل من مسبير ومن عشرات السنين لكن غريبة إنها بتحصل إنه محطة كبيرة بكل الإمكانيات وأنا وحضرتك بتليفون وإنترنت عاملين مقابلة بدون مشاكل يا أستاذ حافظ أنا ليا الأكل مش بحلقة أنا سجلت حلقة عايزها تنزل كما هي هينزلوها هينزلوها أو ما نزلوها إيش ده قرارهم مش قراري ولو رفعوا منها حضرتك هتطلع بيان هقول إن إلي ترفعوا إلي ما ترفعش وهم ما قالوش إلي ما يرفعوا يعني النهار لا لا هم مش هيقول أنا معرفش إلا يحصل أنا ما يحصل أتفاعل يعني لكل حدثين حديث زي ما بيقولوا خلاص هم لما أنا أروح وبعدين ما يطلعش الحلقة بيحصل رد فعل واخبالك يحصل كلام في سكة يا جماعة ده في مشكلة هندسية وبتاعة ما يجعل مسادة واخبالك لغاية ما نشوف بكرة لا أنا أصدقه بهذا المثل أستاذ فريد هو حتة في الضمانات والنزاهة في العملية إنه وسائل الإعلام دي وهي ملك الدولة أنا يعني حافظ ده حيضة وسائل الإعلام شرط مهم طبعا بالضبط إذن إذن لما الأستاذ يسامة بيقول مثلا إنه إحنا ليه داعيين ورغم إن الناس كانت معارضة عندي لأنه رجل محترم ومرشح وراجل محارف هل رجل محترم دي هي المعايير اللي تطبق على من سيصل أستاذ حافظ دائما لازم يسأل الشخص المعني أنا مش المعني نمرة واحد نمرة اتنين وده مهم أنا لي أن أنا خطابي واحد أنا لو عملت فيديو من جيبي هقول فيك كلمتين اللي هقولهم معاك وهقول الكلمتين اللي قلتهم على سيصل يسامة هقول يا ما تثبت ده يعني أنا ما عنديش خطابين ما عنديش كلامين الوسيلة الإعلامية اللي هتستحملني أنا هتفاعل معاها اللي مش هتستحملني مش هتفاعل معاها يعني أنا دي مسي لو زاعت الحلقة وهم فوق راسي من فوق لو ما زاعتش مش هطلع معهم تاني واخبالك ببساطة وعندي وسائل أخرى التواصل والانتصاد وفي كل الأحوال أنا بقول إيه أنا ضد استخدام تعبير مقاطعة الانتخابات أنا كحزب سياسي الأصل في الموضوع أن أنا شارك مش حزب سياسي ما يشاركش أنا بقول دايما إيه هنشارك إذا لم نمنع من المشاركة أنا في 2018 البيانة اللي طلع عن الحزب المصري لمقاطعة الانتخابات كان بيقول لقد منعت المعارضة من المشاركة في الانتخابات وإلى رزال ده الشعار اللي أنا رفعه هل هيمنعوني من المشاركة في الانتخابات ولا هيمنعوني نعم هذه الروح الإيجابية روح إن أنا لازم أدخل إيجابية ومسؤولة آه وممتنعش عملتها في الحوار الوطني حضرتك عملتها في كل حاجة كلمتك ماذا هيقولولك خدت إمن الحوار الوطني لا خدت كتير بصراحة مسار الحوار الوطني ما يسمعه مسار الحوار الوطني ده كان مسار تفاعلي يعني حصل في حوار بين سلطة ومعارضة إلى حد ما مش بشروطنا المسلع مش بأفقا لما طلبنا به من أجواء أو من شروط أو كذا لكن في الحدود الدنيا اللي حصل في هذا الحوار أنا كسبت إيه أنا كسبت الرقم واحد إن خرج مئات من المحبوسين من بينهم يعني قيادات وعناصر مهمة كان من الصعب إنها تخرج لو لا هذا المصار الحواري التفاودي إن خرج دومة والشنوتي وزارة العليمي وحسان مؤنس ومستعد عدة عشرات من الأسماء ودين وغيرهم خلاص إنه كمان أنا نجحت في إن أنا أخلي الحركة المدنية دي تنصهر في تفاعلات سياسية مشتركة على مدى سنة بنت فيها مواقف وبنت فيها أراء وبنت فيها رؤى صدرت في التاب اسم أفق الخروج يعني شارك فيه مش قل من مئة شخص بشكل مباشر غير دوائر في أحزابهم دي بقى حاجة نعرفها كويس إحنا نتكلم من عندنا في جنسات الحوار الوطني مش قل من 40-50 واحد منهم نصهم كان بيخود لأول مرة تجربة إنهم يمسك موكروفون ويتكلم في جامعة من الناس شباب وعناصر جديدة على المناخ السياسي وراء الـ 50-60 اللي تكلموا من عندنا أو الـ 40-50 فيه 400-500 شاركوا في النقاشات حوالين الكلمات اللي قالها مرشحين الكلام ده ظهر في الإعلام بشكل مباشر على الهوى كان كل متحدث من الحزب المصري الديمقراطي الاجتماعي والحركة المدنية بناء الاقتراح أنا قدمته في الحركة المدنية كان بيبدأ كلامه يقول أنا ممثل حزب كذا العضو في الحركة المدنية بطالب في بداية كلامي بالإخراج عن المحفوصين على زب القضايا الرأي كل دي مكاسب أنا كسبت في العملية دي بالإضافة لكل اللي أنا قلته أن أنا بقيت موجود أكتر في الشارع أن أنا وصلت خطابي للقعات أكبر أن كسبت عضويات جديدة أن فتحت مقرات جديدة كل اللي أنا عملته على ها هذا ده هذا مصار الحوار الوطني مش جلسة أو مجموعة جلسات ده مصار مصار سياسي لأننا بنقول أنا بنقول بدون بناء مصارات سياسية سلمية للتغيير البلد دي تختنق البلد دي تتأزم أنا مش مسؤول عندها أنا دايما بقول مين مسؤول عن وصول الأزمة إلى هذا الحد الخانق مين مسؤول إلى وصول الأزمة إلى حفة الهوية لأننا فعلا على حفة الهوية والنظام أنا مسؤول أنا حزب مسؤول أنا شخص مسؤول أنا بنحت في الصخ بحسا عن مصارات تغيير آمن وسلمي بنحت في الصخر بمعنى الكلمة الحرفي أخبرك وأنا بقول أن الحوار الوطني كان أحد هذه المصارات وأنا متمسك به خبات الراسل الجمهورية أحد هذه المصارات لو النظام مش عايزنا نشارك ومنعنا من المشاركة جيت أجمع توكيلات في الشارع لقيته بيحتك بي أمنيا وبيدوس على رجلي وبيزنى علي يبقى بيمنعني من المشارك لو جيت أجمع نواب رقيت بيضغطوا على النواب إن أنا بتوجه ليهم وقولوا له ما توقعوش فريد زهران يبقى بنعني من المشاركة ساعتها أنا منع مش قطع أنا مصر بس المعيار هو هل هيعطلوا الأستاذ فريد زهران أم لا لكن غيري ده مش مشكلتي لا مشكلتي بص يا أستاذ حافظ أنا لما تعرضت يعني أنا أحكي لك عن وقعة ووقعة أخرى ووقعتين يعني لما الأستاذ لما أشيع وتردد إن في ناس من حملة الأستاذ أحمد تنطاوي تقبض عليها على طول إحنا في الحزب حصل أنا شفت البيان فعلا صدر منكم بيان حصل طوارق لا أنا أقولك مش بيان حقولك حاجة أهم حصل طوارق عندنا في الحزب أجمع أزاي طب نعمل إيه طب بتاع فخرجت بعض الأصوات قالت ده حملة الأستاذ أحمد تنطاوي لم تنزل بيان حتى الآن طب نستنى نتأكد حملة الأستاذ تنطاوي أصدرت بيان بعد تردد هذه الشائعات بيومين إحنا طلعنا مش بيان بقى أنا عشان أطلع بيان من الحزب المصر المغارضة الاتماعي هيأخل هيستغرق من يوم ليومين أنا ما عملتش ده أنا طلعت تصفحات صحفية على الثاني وعلى مشغوليتي بعديها بنصف ساعة بالزبط نصف ساعة بالزبط بالساعة أنا في المقابل بقى وإذا الشقي بالشقي أوسكر أنا مبارح لما اتمنعت الحلقة بتاعتي في دي ام سي فجأت ببعض الأصوات وخبالك المحسوبة على اتجاهات صديقة ومفروض ديمقراطية من علامات التنسيس وبدنية من علامات التنسيس تشمد في ذلك أو تتشفى فيه أو يعني حاجة يعني ما سمعتش ما سمعتش كلمات تضامن في هذا الموقف وخبالك فأنا أنا ما بكلش بميكانين لكن أعتقد أنه لولا الصحافة المستقلة وغيرها لما كتبت عن الموضوع يعني لا نعرف هل رد فعلهم بعد صمت لمدة يوم وعدم اعتذار وعدم توضيح يعني المسألة أنا بكرة مثل الصحافة المستقلة بس اللي كتبت نعم إحنا أعضاء حزبنا يعني شنوا ما يشبه حملة بدون بالمناسبة بدون توجهات يعني يتسألوا ويسألوا فيها دي ام سي أنا بس عايزة أشير إلي إحنا الحزب الموضوع موقفنا موقف راديكالي جزري إحنا وإفضل ضد حبس الشام آسم وأدلنا بشكل واضح أن حد من قيناة الحركة المدنية والمحسوبين على طيار معين يقدم بلاغ في الشام آسم وأدلنا بشكل واضح وبصوت عالي وبيانات مكتوبة صمت وطواطئ بعض الاتجاهات داخل حركة المدنية وخارجها مع هذا الفعل أو مع هذا البلاغ اللي أفضل لحبس شخص زي الشام آسم أدلنا بوضوع أنا مش شايف الزمو يعني بيتبنى كل الناس بهذا القادر من الحسن هل أصدرت أي أصدرت أي بيان لأن أنا رأيت بيان اليوم قبل ما نسجل للأستاذ أحمد تنطوي عن موضوع الرشاوة والضجة المطاحة بالرشاوة المصرية لسيناتور أمريكي والهدف كان من الرشاوة أنه قلا يحجبه جزء من المعونة لأن بسبب موضوع حقوق الإنسان يعني وكأنه أنه تركونا براحتنا ودونا أولا ما عنديش معلومات تفصيلية عن هذا الأمر وسانيا أنا ما عرفش حيات وصلت غاية فين في هذا الموضوع لكلام شكل عام إحنا في الحزب يعني من الصعب أن يحصل حاجة تستدعي اتخاذ موقف ونأخدش موقف فيها بس نفس حرسين كل الحرس عن أن يكون خطابنا متوازن ودقيق وموضوعي يعني أنا أضرب مثال بسيط يعني إحنا مثلا في ملف سد النهضة أول حزب تطلع بيان زمان في 2012 في موضوع سد النهضة والبيان موجودة على اليوتيوب موجودة في كل حد أنا كمان لألقيت تصادف وأنا كنت أعتقد برئيس الحزب أنا اللي ألقيت البيان ده في مؤتمر صعفي أقد الحزب مبكرا خلاص إحنا عمرنا ما استخدمنا لغة ما فيه بقى يعني فيه أسليب وفيه طرق أنا مش من اللغة الممكن استخدم لغة على طريقة يعني أنا لما أقول أن الشعب الأسليب في اجتماع فهيطل حد يقول في اجتماع واخبارك حق إيه جد تسرح أهم ده مش خطاب سياسي بالتأكيد لكن حضرتك مع ضد الاتفاق اللي وقع عليه الرئيس السيسي لا أخطاب سياسي ولا دي طريقتنا وبالتالي برضو أنا المواقف اللي تبنى بمنطق الفضائح والجرس والكذا أنا ما بحبهاش لا موقفنا من سد النهضة واضح إحنا متبسكين بالاتفاقات التي أبرمت لها مصر وحفاظ حسنتا فيها نهر النيل مع إدارة مشتركة للسد لا تعارض توقيع الرئيس أكمل أكمل أنا بس جزئية دي بس مع استمرار المطالبة بسنوات لا يعني لا تسبب أزمة للمياه في لسنة أو عدة سنوات كنا ونازلنا رفضين ما يسمى بالتوقيع للاتفاق الإطاري الذي تحول إلى سبب تحتاج بها أسيوبيا دينا أو نحن نحتاج بها دينا يعني خلى الموضوع مشوش وملغبط فإحنا كنا ونازلنا مش مع هذا الاتفاق الإطاري الذي تم واللي هو أصبح بيخلي الموقف ملكبس إحنا كنا مع التمسك وفي الاتفاقات التي أبرمت تاريخيا واخبارك والاستمرار في الجهود المفزولة ويجهود مشكورة ومحمودة الخاصة بتحسين علاقاتنا بالدول الأفريقية بحشد التأييد الدولي لقادلاتنا العادلة بالاستمرار في التفاوض مع الجانب الأسيوبي والجانب السوداني رأيك مواصلة التفاوض مواصلة التفاوض ومواصلة حجد التأييد الإقليمي والدولي والأفريقي هل الرئيس فريد زهران رئيس جمهورية مصر العربية يمكن أن يقف عند مرحلة ويقول أنه لا حل إلا استخدام القوة إذا لم يتم حجب عنا المياه أنا شخصيا في السياسة ما فيش حاجة اسمها السبعات حل أصلا ما فيش حاجة زي كده لأن حتى يعني كما علمنا كلاويس بيلز والمفاكرين الاستراتيجيين الحرب يمتلاد للسياسة بوسائل أخرى لكن أنا يعني من حيث المبدأ رأيي أن معالجة قضايا من هذا النوع على طريق جركس حقوق من ضربهم من ضربهم والصفاء الكلام ده ينفع على قهوة وخبالك ما ينفعش لناس بتتصدى لعمل عام أو لتحمل مسؤولية تاريخية والأدوات والأساليب اللي في دين مصر اللي كي تحصل على حقها أدوات كثيرة جدا 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 يعني ليس من بينها قد لا يكون من بينها أن يبقى بينك وبين الدولة اللي فيها منبع النيل دم وخبالك وطأ وصقر يعني ده كلام أنا بس مضرب مثل بفكرة أنه هل إحنا يعني مفروض نلهس وراء أي فضيحة أو جرسة أو خبر بحيث نزل فيه بيان نعلم به عن النظام أنا يعني أنا عندي مشاكل وخصومة مع النظام أكبر بكتير جدا من التصيط أنا رأي أن هذا النظام الذي يحكم مصر وخبالك على مدى سبعين سنة محتكرا السلطة والسروة والمجال العام وخبالك ويحتكر الحديث بإسم الوطنية ويتهى المعارضين بالخيانة عمق خصومتي معاه كبير جدا اللي بيحكم مصر من سبعين سنة ليس نظام السيسي ولكن النظام العسكري ده اللي تقصده صح؟ لا النظام العسكري دي كلمة غمضة ولا تفسر أنا بتكلم عن النظام عمل ثلاث حاجات يعني سبعين سنة معناها معناها من أزمة مارس 54 من استلاء الجيش على الحياة المدنية والسياسية لا من استلاء سلطة استبدادية أنا بسمي الأشياء بمسمياتها يعني ممكن يكون فيه جيش ديمقراطي لكن دول كانوا مستبدين ممكن يكون فيه جيش مش في الحكم لكن البلد دي استبداد يعني ربط الاستبداد بالجيش يعني أنا بالمناسبة رأيي انت بتقول النظام اللي من سبعين سنة ففي ناس أنا بس بظبط الرابط الميكانيكي المسطح ده بين الجيش والاستبداد أنا مش موفق عليه بمتداء وكمان رأيي إن على بداية السبعين سنة دول الجيش المصري ده بأدوار مختلفة في الأنظمة المختلفة الأنظمة المختلفة دي نفسها ما كانتش على مدى السبعين سنة نظام واحد يعني نظام واحد بمعنى التفاصيل واخبرك كان فيه نظام منهم عنده درجة من العدل الاجتماعي كان فيه نظام تاني عنده درجة من الانفراج الديمقراطي كان فيه نظام تالي لكن في النهاية هو مستبد ده لكن في النهاية لا أنا ماقولش كلمة مستبد بس أنا بقول حاجة أعمق بقول احتكر السلطة والصروة مش السلطة بس لو احتكر السلطة بس يبقى مستبد وخلاص لا لا احتكر السلطة والصروة والمجال العام أمم النقابات والجمعيات والأحزاب وكمان احتكر الحديث باسم الوطنية طيب لو أسمت السبعين سنة دي لو أسمتها إلى عشريات أسوأ عشرية فيهم في هذا احتكار السلطة والاقتصاد والمجال العام احنا طول الوقت أبا داون وفق أكتر مرحلة احنا أبا داون دلوقت لا احنا من 2011 لغاية دلوقتي أنا بعتبر هذه المرحلة مرحلة انتقنية مصر من 2011 من ثورة 25 يناير تحاول أن تخرج من هذا النظام اللي هو نظام احتكر السلطة والصروة والمجال العام واحتكر الحديث باسم الوطنية شاءت الأقدار 2011 لغاية 2013 شاءت الأقدار أن يكون المعارضة الرئيسية لهذا النظام هو الإخوان اللي احتكروا الحديث باسم الدين واخبالك وخلطوا أوراق الدين بالسياسة واستخدموا خطاب طائفي ضد المسيحيين واستخدموا العنف والإرهاب فاحنا قدام خسمنكم الاسمدل السياسي في مصر السلطة المستمرة من مظاهرة يسكن ديمقراطية يسكن دستور وواجه الإخوان واخبالك احنا في واجه هذا بصرف النظر عن تنوع الطبعات بتاعت النظام اللي أنا موافع اللي كان فيه أكثر من طبعة وكل طبعة ربما ينحز لها بعض الناس ويرو فيها بعض الإيجابيات وكذا لكن في النهاية أنا عايز أخرج من إيه أنا من 2011 بحاول أعمل إيه الثورة دي حاول تعمل إيه خمسة واشيئة ناية حاول التحرر من هذا الاحتقار للسلطة والسلطة والمجال العام ما رأيك في من يقولون أنه 2013 هي الثورة المضادة 2013 إيه المقصود بيها يعني ثورة مضادة 2011 يعني العشر سنوات الماضية هو نظام مضاد لكل شيء اسمه ثورة وكراهية فيه وتحذير من تكراره لا إحنا من 25 ناية لغاية دلوقتي في محاولات مضنية وإنجاز مرحلة انتقالية فيه اتجاهات خلينا أقول لك بوضوح يعني أنا متصور إن إيه درس 25 ناية اتقرى إزاي درس 25 ناية فيه دوائر داخل النظام النظام اللي أنا بأشاور عليه ده لو مستبر بقاله أقود ده فيه دوائر داخل النظام لقارة الثورة دي باعتبرها ما كان يمكن لها أن تحدوص لولا إن كان مبارك في آخر أيام دمقاطي يعني ده كراب بيتقال في دوائر السياسية كتيرة وإنه لو لا مستوى التوريس ولولا إنه فك إيه وشوية واخبالك كان البلد مش زي الفل كمان 50 سنة وإنه المشكلة كلها إنه ما كانش هناك تضييق أمني بما يكفي المشكلة إنه ما كانش فيه استبداد بما يكفي دي القراية واخبالك دي قراية القراية التانية بتقول لا لهذه المشكلة إنه كان فيه تضييق زائد وكان فيه ضرورة لانفراج سياسي ما حصلش واخبالك فانفجرت الأوضاع رأيتين أنا رأيتين مابلين داخل دوائر النظام وداخل دوائر الحكم بدرجات متفوتة من 2011 لغاية دلوقتي لكن الدرجة الرؤية الأولى بأنه أي شيء حصل في وقت مبارك سألغيه كهامش للحرية هو الرؤية الحاكمة بنسبة 90% بفتراض أنه فيه هؤلاء العشرة في المية أنا متصور أنه الدوائر التي ترى أن التضييق هو الحل الدوائر التي ترى أن إحكام القبضة الأمنية هو الحل هي الدوائر الأقوى داخل النظام هي الدوائر الأقوى داخل النظام خلاص وأنا مصر أنه هو النظام لأنه برضو تسطيح الأمور في بلد زي مصر ما يساعدش على أن احنا نفهم هنعمل تغيير إزاي مصر بلد كبير تعبير النظام حضرتك بتستخدمه دايما وهنا برضو موضح أنت ماذا تقصد يعني يعني لو نقلنا إلى أمريكا مثلا حيث أكلمك أو أي دولة ديمقراطية وواحد مرشح للرئاسة ضد النظام فيقولوله يعني ده ينطبق عليك القوانين الانشقاق لا أنا بقولش على فكرة أنا بقول ضد النظام الحاكم يعني محدش بيستخدم النظام الحاكم في نظام في تبادل وتداول للسلطة وغيره نحن النظام الحاكم عندنا مفوض تداول السلطة نحن بنحكم بنظام واحد يعيد إنتاج نفسه بطبعات مختلفة بقى لنا سمعين سنة عشان نجيب الكلام الآخر يعني واخبارك وهذا النظام مرة أخرى أنا بأكد على اللي أنا بقوله بيحتكر السلطة والسروة والمجال العام وإحنا لازم نتحرر باحتكال السلطة والسروة والمجال العام لازم مصر بفيها نقابات وجمعيات وأحزاب ده التحرر من المجال العام لازم مصر تترك الحرية للقطاع الخاص ويعاد الروح التنفسية للإقصاد ده سمتتحرر من سيطرة النظام السياسي على السروة لازم مصر تتحرر بالمعنى السياسي بفيها تدول سلطة وانتخابات إلى آخره وده معنات تحرر السياسي انت عندك مشكلة حقيقة ننتقل ازاي انا متصور كنت ولا زلت متصور نعملية الانتقال مخاط طويل فيه طريقتين في فهم الموضوع انا بنتمي للاتجاه الذي يرى ان الانتقال من دولة من دولة الاحتكار دية للسلطة والسروة والمجال العام إلى دولة ديمقائية من الانية حديثة سيأخذ مصار طويل ومرحلة انتقال يعني أن نبدأها احنا لسه ما بدأنياش احنا بنحاول نبدأها ان تبدأ هذه المسألة ان تبدأ في طريق هذا التحول ممكن ياخذ في وشه 20-30 سنة بدون مبلغة واخبارك وفيه رأي تاني شايف ان احنا ازاء معركة سفرية واخبارك هندخلها بمنطق ينخلص عليهم ينخلصوا علينا واخبارك ولا رأي انه يعني مصار انا لا اختاره ولا رأي انه هينجز الامر واخبارك المصار اللي حاطت الامور على محق الصراع السفري مصار مش هينجح ومش عملي ومش لن يغضي الى نتائج بس مش حضرتك ايضا بتستخدم معادلة سفرية مع فصيل من الشعب المصري وهو التيار الاسلامي السياسي او الناس اللي بيقولك انا زنبي ايه في عندك قيادات اذا كانت اخطائط طبق عليها القانون ولكن انا زنبي ايه انك تحطيني على طول اكس على كل واحد اسلامي او اخواني ولا حق له بالمصالحة ولا اي شيء مش دي معادلة صفرية انا مختلف دي مش مرالفات يعني اسلامي غير اخواني انا افرم من اسلامي ده شخص متديم عرفت بس انا بتكلم انا بتكلم هنا عن الاحزاب الاحزاب انا مسؤول عنها يعني كنت بقى اسأل احيانا بالاعلام وانا برا الحزب والاعلام ما يعرفش واجاوب دفاع انخط الحزب ونوقف وكذا في حاجة اسمها مسؤولية التضامنية فمش معنى ان انا ما كنتش وبعدين في النهاية ده برضو مسؤولية التضامنية عن انت مسؤول في قضايا زيادة العليمة وحسان مؤنس وكله بما انك رئيس الحزب تعالى ان احبسك معاهم بتزبط انا مسؤول مسؤولية التضامنية انا كنت بقول الجهات المعنية انا مش عدالة انا زنب ايه انه رئيس الحزب عمل مصيبة لا برضو افهم قصدي يعني ايه مسؤولية التضامنية مسؤولية التضامنية يعني انا كنت أقول ولا زل إن لو عايز تحبس حبس فريق زهران ما تحبس أي حد من الحزب قد ما تحبسني دي مسؤولية ترمونية يعني المسؤولية الترمونية إن أنا كل الناس في الحزب مسؤولة عن مواقف حزب الحزب لأن الحزب ده اختيار طوعي ده مش بالميلاد وبالتالي لو أنا مش مسؤول مسؤولة ترمونية ما سيب الحزب معل إن أنا ضده فأقول إن أنا أنا في الحزب رفضت التعداد الدستورية ده كلفنا تضحيات وخبالك مثلا لو أنت مش عاجبك المواقف ده مش عايز تحدي سيب الحزب ولو حد زي ولو حصل بالمناسبة لو حد زي الدكتور حلمي جزار عايز أقول لك ملاحظة صغيرة يعني إحنا كان عندنا هيئة برلمانية من أربعة أول عن آخر مش شربعين ولا حاجة أردت واحد منهم قيد التفاقية الترمون صنفير عمل لأيه وصلنا بس يعني بقرار بنلاقي على عليا واجتماع طويل وناس بحاولة تتلمسوا العزب في مرحلة لاحقة واحد تاني يعني اخسرنا 25% من كتلتنا البرلمانية لا متعلق بانضباط حزبي أنا بتكلم على العدالة والقانون أنك أنت بتقول لي كرئيس مصر القادم أنت إخواني أو حد من عيلتك إخوان أنا أقول لك أنا متعملش بالسياسة أنا بعد لو حد من عيلتك إخوان أهطيضك بس يريد توضع ده حضرتك الأصل في الموضوع أن يفيد السر وقانون والأصل في الموضوع أن يفيد السر وقانون ده بيجرم خلط الدين بالسياسة بيجرم طبع ديني قدسي على خطاب سياسي بيجرم الخطاب الطائفي وحرق الكنائس وقاتل الناس على الهوية يعني حزب النور السلفي في البرلمان ومن حلفاء حزب الرئيس أو مع الرئيس ده بيخلط الدين والسياسة أو الحزب النور؟ على فكرة فيه اتجاه قوي داخل حركة الديموقراطية المدنية بيطالب بمحاكمة أو بإجراء مراجعة لموقف حزب النور باعتباره هل هو حزب ديني بالمعنى الطائفي ولا لا هل هو حزب ديني بمعنى بيستخدم العنف والأرهاب ولا لا لأنها قصة مش اسم يعني ألمانيا فيها عاجة اسمها الحزب الدموقراطي المسيحي الألماني أنا أذكر كويس أن تقريبا في السبعينات أو الثمانينات في قضية ترفعت قدام المحكمة الدستورية تقول أن الحزب له مخالف للدستور الألماني لأنه حزب متكون على أساس ديني يحمل الاسم الديني فالمحكمة انتهت إلى إقرار وجوده لأنه ما سبتش عليه سلوك طائفي لا فيما يتعلق بعضويته ولا خطابه ولا 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 وبالتالي يعتبر تهزيل لفتة مقرر لفتة النقطة دي مهمة أستاذ فريد بس بدون يعني أنه إذن لو أنا الإخوان المسلمين بلاش حتى أقول الحرية والعدالة أقول الأصل وأنا مفتوح اللي عايز مسيحي يكون عندي اتفضل أنا كذا كذا أنا معياري هو الدستور اللي هيوافق عليه الدولة وهلتزم بيه هل عندي مشكلة؟ أنا ما عنديش مشكلة مع الأحزاب لكن عندي مشكلة جماعة الإخوان بالذات ارتكبت كل اللي أنا قلته موضوح اللي ارتكبوا منها اللي ارتكبوا منها أمام محاكم طبيعية وليست الظروف التي اتهم فيها زياد العليمي وحسين مؤنس الانضمام إلى جماعة إرهابية ما هو لو هو تعرضه لظلم في العملية الإجرائية أو النيابة أو الحفص الاحتياطي لكن لو هو مجرم طبعا المجرم لازم يحاسب كل السياغات يعني كل الأسئلة من هذا النوع ملتبسة يعني بدل ما أسأل هل من حق الإخوان محاكمة عادلة طب ما تسألني السؤال الأبسط هل من حق أي مواطن مصري محاكمة عادلة اللي اجابة نعم مش مال الإخوان بالذات اللي عايز تحكيفهم محاكمة عادلة لا أستحضر لك متبني متبني وصفهم هناك موضوعين مختلفين تماما لو عايز تسألني هل من حق المواطن مصري محاكمة عادلة إجابة نعم سواء المواطن مصري ده ينتمي إلى داعش أو الإخوان أو البتنجان أو أي حاجة هو من حقه محاكمة عادلة لأنه مواطن مصري كمام كده لك بديك تسألني رأيي بجماعة الإخوان أقول لك جماعة الإخوان مفروض أنها مجرمة بها حق بالقانون وأخبرك وأنا رفضها ومعتبالها خذ لأنها مرة أخرى طائفية لأنها مرة أخرى استخدمت العنف والإرهاب مرة أخرى خلطت أوراق الدين بأوراق السياسة دي الأسباب اللي عندي ضد جماعة الإخوان إنما لو تهم فريد زهران بأنه عضو في الإخوان هليكن بس في حاجة اسمها أهل من حق فريد زهران اللي هيتهم بأنه عضو في الإخوان أو عضو جماعة إثارية أو عضو في تنظيم سر يهدو في القلب النظام الحقيقي وأنا تهمت كتير قبل كده من حق فريد زهران إيه؟ من حقه محاكمة عادلة آه من حقه محاكمة عادلة أنا من حق الجميع محاكمات عادلة لكن أنا موقفي إيه؟ هل هناك محاكمات عادلة لستين ألف يفترض في السجون أولاً أنا معرفش الرقم ثانياً من إن شاء الله ستمئة ألف محاكمة عادلة أنا مهالي أنا إليه أن أنا ضد حبس الناس على زمة قضايا رأيي ضد عالم توفر محاكمات عادلة طبعاً وده ليه الإخوان بس يعني أنا مع توفير محاكمات عادلة للإخوان والناس بتعلم حركة مدينية لا أقاً بالمناسبة أنا عايز بس أقولك بلحظة صغيرة نحس بالمصر أنه مغادرة الاجتماعية تقريباً تقريباً عاش طول عمره من ساعة ما تأسس في 2011 لغاية دلوقتي ولو ناس في السجون يمكن الشهرين الأخلانيين أو الشهر الأخير ده خرج لنا آخر واحد اللي هو الأستاذ يوسف بنصور المحامل لغاية شهر فات كان لنا ناس في السجون وأخبرك فأنا ضد إن الناس تتحاكم محاكمات غير عادلة ضد إن الناس تبقى موجودة في السجون على زمة قضايا الرأي عمره إحنا كان في وقت ملأوقات فيه وزراء للحزب المصر المغادرة الاجتماعي وللناس في حزاب أخرى من الحركة المدنية وقبلك في الوزارة وقعد حسام حسن كان عضو الحزب في ذلك الوقت 42 يوم في السجن مش عارفين نطلع يعني إحنا عشنا الفترات دي كلها فأنا المشكلة بالنسبالي المشكلة بالنسبالي مش إن الإخوان يخرجوا أو المشكلة بالنسبالي في حاجة يسمعها بحكمات عادلة وفي مواقف سياسية من جماعات ينبقينها أنا ليه مواقف سياسي وواضح من جماعة الإخوان أنا أجرم هذه الجماعة ورأيي أن لازم يبقى فيه مواقف منها المجتمع أصلا صغب مواقف منها قبل كرة أنا ليه مواقف منها مبني على الأربع حاجات دول ما عنديش مواقف مش لأنهم مشلمين أو لأنهم خصوم سياسيين لا هم رفضين البلد دي هم ما عندهمش اعتراف بفكرة الوطنية المصرية أو الحدود الجغرافية كل الكلام ده بيسقطوه هم مين هم وبديئة ده كان بيمثلني كان مرشد عام الإخوان لما عمل الحديث قال في مصر طوز وممكن أي حد بس لو حلم الجزار رئيس المكتب السياسي بيطلع من يومين ثلاثة وبيقول إحنا مش هنلعب سياسة إحنا مش عاوزين إحنا بنعيد تغيير كل المصار ومراجعة لما تم هل تقبلها أم تشكك فيه صدقه أنا على فكرة ما ليش نشكك ولا أقبلها إلا لما نشوف أصلا منتج يعني نشوف منتج الأول يعني إحنا قبل كده كان فيه حاجة اسمها مراجعات عملتها الجماعة الإسلامية لعلك تذكر يعني مجموعة بتاعة كرم زوه دي ونجح إبراهيم وكذا وشوفنا كلنا نتائج الموضوع ده في الممارسة العملية بعضهم اتعامل مع الموضوع باعتبره مناورة ولما خرج من السجن رجع قواعده سالما واخبالك وأول مقام دي النسبة الأقل بكتير يعني دي النسبة ضئيلة لكن غالبية اللي شاركوا في المراجعات عادوا للممارسة السلمية وللحياة يعني إذن دي أشياء ما تقدرش تختبرها إلا في الممارسة بالزبط زي ما سعدتك تفضلت يعني فيه بينهم ناس رجعت أكثر تشددا واخبالك واتطلح أن كل اللي كان بتعمله كمناورة وفيه ناس ما عملتش ده أنا اللي عايز أقوله باختصار ليه إحنا حاصرين الموضوع إذا أنت عايز تسألني عن الإخوان كجماعة أنا أجبت إذا عايز تسألني عن حقوق المواطن أنا أجبت إذا حقوق الإخواني طب واللي مش إخواني ما لديوش حقوق يعني أنا لديوش حقوق يعني أنا بطلوب مني أقول بيانات عن حقوق الإخوان في محاكمة عادلة وأمام قضيه الطبيعي صح ولا محاكمة عسكرية بالضبط طبعا ولكن جماعة الإخوان أنا ضدها بشكل واضح للأسباب اللي قلتها وبعدها تاني طب عشان أطمن الناس خصوصا من الإخوان اللي هيبوا خايفين أنه الأستاذ فريد زهراني برئيس جمهورية مصر يا ترى أنت ناوي تقعد كام سنة يعني أنت داخل على أربع سنين ولا على ستة ولا على كام الفترة اللي أنت مقدم عليها هو الدستور بيتكلم عن ست سنوات للرئيس الدستور 2014 ولا المعدل اللي أنت رفضته أنا أرفضه حاجة وهو أقرر حاجة تانية على فكرة لازم برضو مميز التمييز ده يعني واخبالك يعني أنت لما تبقى رئيس لمصر واخبالك مش مهم أنت كان موقفك إيمان كان بديفد بس مهم هتقرب الاتفاقية الدولية دي ولا هتقرب إيها فأنت مقدم على فترة لمدة ست سنوات ده الكلام المسؤول بص يا أستاذ حافظ الكلام المسؤول أن أنت قد تعارض أمر ما ولكن لك أنت ملتزم بما يعني أنت دولة بالتأكيد لا لا بالتأكيد لكن هو سؤالي لأن القائم عليه هو هل ستسعى إلى أن نسجع لأربع سنوات أستاذ حافظ أنا رفضت التعداد السورية ولما تعمل جلسة تسمع في البرلمان واخبالك دعي لها قادة المعارضة ورؤساء أحساب المعارضة أنا حضرت الجلسة لي أنا والأستاذ محمد سامي عن حزب الكرامة والأستاذ متحد الزاد تحرف الشعبي والسادات عن الصعب التنمية وأنا اتكلمت وكلهم اتكلموا وأرجو أنك ترجع ليهم وتشوف يعني كلمتي كان قوية قد إيه في رفض التعداد السورية وإحنا رفعنا تمن قد إيه في رفض التعداد السورية كحزب موقفي واضح من الحاجات دي بس أنا رفضت وشاركت لأن برضو وأنا بصر على المشاركة كل مرة وسعيد وفخور أن في أعلى درجات التضييق الأمني كنا محرومين من يفطى في الشارع تقول إحنا ليه بنرفض التعداد السورية ما ظهرناش في برنامج تلفزيوني واحد لقول إحنا ليه ومع ذلك جبنا 10% من أصوات الناس ضد التعداد السورية وأنا أعتبرت هذا إنجاز تاريقي نرحب كل هذا الحصار في 10% من المصريين تقريبا ممكن أكتر صوتوا برفض التعداد السورية بناء على حاجات كتيرة منها الجهد اللي بيزاريته الحركة المنانية أو حزاب الحركة المنانية مقدارش عن السلام ولا تجاهله وبالتالي أنا حتى بقول في انتخابات الرئاسة الحالية آه أنا مرشح داخل أنافس على مقعد رئاسة لكن افرد أن أنا مخفصتش برئاسة الجمهورية هل هطلع من المعركة دي خسران الإجابة لا أنا هطلع كاسبان التواصل مع الرأي العام التواصل مع الناس بناء السياسي توسيع المجال السياسي في 2005 أي منور دخل وما طلعش اللي على السجن بعدها يعني وارد يعني هل هذا محتمل إجابة نعم محتمل ليه لا واخبرك يعني هادي مخاطرة واخبرك هل إحنا قدام برضو فيه سؤال كبير ومهم هل هناك دوائر داخل النظام ترى أن هي عليها يعني 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 تسمح بمشهد مختلف للانتخابات الرئاسية عن انتخابات 2018 أعتقدها خلاص وإيه لما كناش نبقى في اللحظة دي يعني ماقدرش أقول أن أنا فارد اللحظة دي اللحظة دي اللحظة فيها حسابات معقدة جدا في لحظة أزمة سياسية وقتصادية واجتماعية كبيرة في المجتمع في لحظة النظام في دوائر في النظام شايفة أنه لابد من تغيير ما من تحسين ما من فتح المجال العامل على درجة أو أخرى بالذات في لحظة زي انتخابات الرئاسية طيب هل معنى هذا أنه في احتمال الانفراج المحدود اللي هيحصل ده أو اللي بيحصل يومين دول ده واخبرك أن المقتضاء أنا أطلع في دي المسيو بعد ما تتزعش لأن في غير الانفراج كبير ما تطلعش أصلا ما تجديش دعوة من بابه في الأجواء دي هل بعد كده هيحصل تراجع هل بعد كده هيحصل اضطهاد لما نشارك في الأمر وارد أنا هذا تخوف بقوله طول الوقت منجول لكن برضو وارد بنفس القدر أن المساحة اللي تكسامها المعارضة في الانتخابات دي تثبت أقدامها فيها وتعتبرها نقطة جديدة ولحظة جديدة وإحنا يعني مش مكسب ضخم مش مكسب كبير مش مكسب مهول لكن مكسب لأن معركتنا مش هننتصر فيها بالضربة القضية الفنية ده رأي هننتصر فيها بالنقط وعلينا أن نتحل بسعة صدر وطول نفس وصدر ونخل معالج جزئية كتير إحنا هنخرج من انتخابات الرئاسة دي على انتخابات برلمان بعدها بفترة وجيزة طب هل من الحوار الوطني لانتخابات الرئاسة هنقدر ننتزع جزء من العملية الانتخابية للقايمة النسبية يبقى مكسب هنقدر ننتزع طانون جديد للحبس الاحتياطي يبقى مكسب هل ببقتدة ذلك نخرج الانتخابات البرلمانية القادمة وقد أصبحنا في المجلس تلاتية ربعين نائب معارض بدل سبعة أو عشرة يبقى مكسب أخبرك هل هنطلع من انتخابات البرلمان وقد ثبت لأقدامنا لدرجة نحن ممكن نقول في انتخابات المحليات فنخوض انتخابات المحليات فنكسب فيها من الخمسة وخمسين ألف خمس سلاف فالعش سلاف يبقى مكسب هي دي معركة التغيير اللي قدامنا أنا أنا معنديش طرف إن أنا أقعد في البيت وأسأل الحكومة بالطوب من بقيد وافترض إنه يحصل تغيير طب إيوه يحصل تغيير إزاي بدون الاشتباك وبدون المخاطرة يعني برضو إحنا في الحزب طول الوقت بنتناقش في نقطة مفصلية هل مشاركتة ممكن تؤدي إلى مخاطر إلي جابة نعم طب ليه بنعمل ده لأنه مفيش يعني في السياسة زي في السوق الربح تمن المخاطرة إحنا آه داخلين رزق إن إحنا داخلين مخاطرة إن إحنا ممكن نطلع من المعركة النتخابية دي خسرانين ضحايا من نوع ناس تتحبس زي ما تتحبس نيناس قبل كده ناس تتضرر في أكل عيشها زي ما تضررت أنا في أكل عيشي قبل كده وهم بلا لكن في مكاسب ممكن نعملها للشعب آه أنا أنا في يناير 77 في انتفالي في يناير 77 اتحبس أنا ومئات من الناس ماشي بس من النهاية أوقفنا ارتفاع الأسعار كسبنا معركة واخترنا فيه أشخاص ضفع التمن ماشي هي دي السياسة هي دي الحياة السياسية اللي أنا من تصور إن إحنا في قلبها إحنا في قلب معركة تغيير ممتد وطويل وعلينا أن نكون مثابرين وفاهمين إنه ما فيش مكاسب جبارة هتحصل بسرعة وإنه في كل الأحوال الاتجاه العام هيكون بإذن الله وأنا موقن من ده هيكون في اتجاه إيجابي شكرا يعني كل المؤشرات تشي بإن مصر مش ممكن تستمر بالطريقة دي وبالتأزم ده شكرا لك أستاذ فريد شكرا أستاذ فريد زهران رئيس الحزب المصري الديمقراطي الاجتماعي وأحد المرشحين الرئاسين المحتملين وكان ضيفي في الحلقة الأولى من هذه السلسلة مصر تنتخب تمتنع فإلى اللقاء مع حلقة أخرى مع تحياتي حافظ الجراس ترجمة نانسي قنقر ترجمة نانسي قنقر ترجمة نانسي قنقر ترجمة نانسي قنقر ترجمة نانسي قنقر